إن ته lott الفتره الزمانية importanteikan لك كاء سنةconsider لا ليش kijun relay كم سنة scenes كم شهر يعني كم شهر إيه الجديد الإنت فكرت فيه للجديد اللي أنا فكر وأنني dedans بيقول continue أحضر دورات وأحمل حاجات موود يعني كإمكانها كل شيء موود غير دورة اللي أنا أخبرك عليه جميعا إن كمان أنا أعمل دورة الإنت دورة للأشعر إلى إلتحليل مباريات تحليل المباراة. أيه الجوانب اللى إنت تحلل بيها المباراة. لما تيجي تقعد تتفرج على المباراة. أنا وإنت بنتفرج على المباراة. فأنت تقول لّي. والله لنهاردة الفرقة وحشة. وأنا أقول لك الفرقة حلوة. ما هو الجانب الفاني هنا. المدرب بيفهم أحسن من أي حدي تاني؟ أه. لا. اما أنا أتكلم عن. إحنا اتنين مدربين. في معايير لازم تشوفها عشان تقول النهاردة الفرقة دي كويسة أو الفرقة دي مش كويسة. الفرقة دي استحوزت صح. ولا استحوزت غلط دي الدورة دي فين ولا شفتها فين؟ دي أونلاين دورة للاناليسز اوف ماتشز يعني ما احترامي ما احترامي وحدش يزعل مني يعني احنا شغالين أي كلام في التحليل يعني تتربع الناس يتطلع التحليل ما عندهش فكرة عن أي حال النهاردة لما باجي حل المبارات مصر مثلا بتلعب كذا أو الاهلي بلعب كذا في نقط معينة لازم انت تتناولها في التحليل بتحل الفريق بتقول عليه النهاردة الفريق ده وحش ليه عشان كذا وكذا وكذا منها طريقته في الملعب طريقة أداءه في الملعب أنا النهاردة الطريقة اللي بيلعب بيها هل طبقها ولا ما طبقهاش هل لعبته طبقيتها دفاعيا وهجوميا ولا لأ التحول من الدفاع للهجوم في نقط معينة طب انت تشوف ان الفرقة اللي موجودة قدامك دي انها في تاكتكس معين هم ماشيين عليه بتحكم عليه زي او تقول الناس بتلعب بالطريقة ايه احنا عندنا هنا في مصر او موحد يقولك نبلعبه بأربعة اتنين تلاتة واحد او بأتنين اربعة خمسة تلاتة او بتلاتة النقطة دي النقطة دي انت بتحكم عليها من خلال شكل في الملعب ومن خلال شكل الفريق اداءه في الملعب هل فريق مش بيقولك الفريق ده ملتزم تكتيكيا يعني ايه ملتزم تكتيكيا يعني بينفزه كلام المدرب اللي يلهولهم صح في فريق لما تيجي تبص عليه كده وتيجي لقطة الكاميرا التصوير يجي بص وتلاقيه لما بيجيب الكاميرا من ممكن تقرأ المدرب لا انا بكلمك على شكل الفريق مانا شكل فريق لا انت ممكن تقرأ المدير الفني من خلال التكتيك العمل لان انت النهاردة متيجي تفرج على فريق زي منشيستا سيتي بيب جورديولا بلعب اربعة تلاتة تلاتة ده ده فيما نهمش حل ما انا بقولك ازاي تحكم بقى تعرف شخصية بيب جورديولا ده شخصية لعياء الملتزمين اللي لعيبة ملتزمة بس كده ليه متيجي كاميرا كده من الجنب لقطة من فوق تبصت لهم وقفين صح وقفين اربعة تلاتة تلاتة وهو بيدافع نازلين عنده نص الملعب حلوة يعني انت رأينا عن التحليل اللي بيحصل عندنا على الساحة المصرية بصك انا ببنقطعش في حد لا ما بقطعش في حد ولا حاجة انا بستفيد لا في بعض الناس بصراحة في ناس بتتكلم كلام نظري في ناس بتتكلم كلام لما تيجي انت كمدرب بقى تنزل ملعب وتبدأ تحط تشكيل او تحط طريقة لعب مش واقعية وفي ناس بصراحة لا انا بستفيد منهم كويس جدا وبسمع قلة قلة شوية يعني ما هماش الاغلبية لكن ما بقدرش ان انا اغفل استوديو تحليلي لا اسمع استوديو تحليلي وخلي بالك احلى حاجة ان احنا بتوعكورة ان احنا مش بنسمع يعني احنا نسمع كل الكلام بس هو بتاخد اللي انت عايز انت ايه اللي يسمع معاك هنا في تفكيرك ويخش جوء دماغك ويعجبك فهم قصدي ازاي لكن الجمهور اللي ملعبش او الجمهور اللي معديوش ممكن يسمع اي حاجة وتعجبه فهم قصدي لكن انت ايه انت ارجعش راجل فني فاعارف فاني فانا ايه ممكن اوعد اسمع مثلا حد بيتكلم قدامي على الشاشة بس انا عارف الكلام ده واقعيا مش هيتنفس طب من الاخر من اللي بيعجبك هاتلي كده شخصة او اتنين او تلاتة انا اتدتك الفنس لا 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 بص بقا ما يدعيش بلاش عشان مين الناس اللي بتعجبك اصلا انا مش عايز اقول مش عايز اقول اسامي بص بس خليك معاي كلهم اصدقارنا وحبيبنا وكلهم وانا ما بحبش اصنى طيب عشان ما ارجعكش طيب عشان لكن لكن في استوديوهات مفيدة جدا واستوديوهات بتتعمل فعلا مفيدة فنيا طيب وخلي بالك اكتر انا بقشيد بقشيد بالتجربة الجديدة دلوقتي بدأ مجموعة شباب يطلعوا في حتة التحليل دي على فكرة دول شباب مشقف جدا مش عايز اذكر اسامي برضو لكن في شباب طالع اليومين دول وبدأ يخشوا في استوديوهات التحليل هم ملعبوش كور انا متأكد ان دول حصلين على دورات في التحليل اكيد لان بتكلموا كله علمي بتكلموا كله علمي وبتكلموا كله صحيح ومثقفين جدا حتى مش عالدور المصري بس بتكلموا على الدورات الاوروبية الدور الاطالي الدور الالماني الدور الفرنسي الدور الاسباني وهكذا